لا يمكن الجزم بتوافق أقليم دولي ولكن على الأقل هناك ضغط إسرائيلي كبير جدا وضوء أصفر أمريكي ليس ضوءا أخضر كاملا ولم تتدخل واشنطن حتى الآن لوقف تلك الاعتداءات المتمادية التي لم تبقي حجرا على حجر ولم تبقي مكانا آمنا في لبنان بحسب المعلومات المتوفرة لم تنجح أي دعوة لوقف اطلاق النار سواء دعوة دولية قاضتها فرنسا في مجلس الأمن وروسيا قبل يومين أو دعوات أقليمية شاركت فيها دول عربية مثل مصر وقطر وغيرها وأعتقد يعني دول أخرى لا أريد التسمي ولكن هناك دول عربية كثيرة شاركت نعم وحاولت إجراء اتصالات ديبلوماسية ولتسويق المبادرة اللبنانية التي أعلن عنها ورئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس البرلمان والزعيم الدرزي وليد جملات ولكن حتى الآن لم تصل إلى نتيجة الملفت أن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يكن ماذا يريد ولم يطرح مفاوضات هو أغلق كل الحلول وأغلق كل الاتصالات ولا يزال يتمادى في القصف إسرائيل تصبح بإبعاد حزب الله عن الحدود إلى مبعد نهر الليطاني أستاذ نذير وتطبيق القرار الأممي 1701 يعني إذا كان يريد تطبيق القرار الأممي 1701 فإن المبادرة اللبنانية قد مهدت لذلك وقالتها بصريح العبارة لكن ليس واضحا هذا الأمر لا يعني هناك منورة إسرائيلية في الالتفاف إسرائيلي اليوم لا تتحدث عن 1701 تتحدث عن 1559 حسب التسريبات وتتحدث عن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية واتفاق النفط والغاز يعني بمعنى تاني أنه طائفين بالدني يعني شو بيقدر أنه ياخد مكاسب وها هو عم يتصرف بهذه الطريقة ولكن الحقيقة ما نشهده مثل ما تمت مشاهدته في حرب تموز 2006 اليوم أستاذ نذير اليوم الواقع اللبناني الداخلي إلى أي مدى يساعد ترتيب البيت اللبناني انتخاب رئيس جمهورية حكومة موحدة افساح المجال للجيش والمؤسسة العسكرية اللبنانية في جعل موقف لبنان قويا اتجاه ما يجري كل الأمور جاهزة باستثناء رئاسة الجمهورية يعني لنكن وقعيين الآن هناك حملة عسكرية وضغط عسكري على حزب الله تحت النار وفعليا ليس على حزب الله وحده بل على حلفائه وعلى كامل البيئة الشيعية لن يقبل أحد بانتخاب رئيس جمهورية تحت النار وانتخاب رئيس جمهورية يحتاج إلى توافقات سياسية داخلية يعني يحكي اليوم عن قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح تسوية لكن النائب جبران بيثير استير وطن الحر رفض هذا الاكتراح اليوم هناك تريث لدى خصوم حزب الله يعني في حال انتهت الحرب بهزيمة عسكرية لحزب الله فلماذا يختارون الآن رئيسا للجمهورية توافقيا بينما لديهم فرصة لاحقا بأنه يختاروا رئيس جمهورية يعني مؤيد أو معارض للحزب ومن قوى لم تكن مطروحة أبدا ضمن التوافقات الأخيرة على سبيل المثال نعم رئيس خزب الكوات اللبنانية سامير جاجع مثلا هو مرشح تقليدي لرئاسة الجمهورية وفي حال لم يهزم حزب الله هل يذهب الحزب الآن إلى التسوية وبعدين يعني لا نعرف ماذا سيحدث لاحقا أعتقد أن الطرح المتصل برئاسة الجمهورية هو معقد أكثر مما يحكي عنه ولكن في نفس الوقت الملفات الأخرى مثل الملفات المتصلة بالنزوح وبمساعدات الحكومة وبإعادة نصر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية أو دفع التعزيزات للجيش اللبناني الذي يصل إلى 15 عسكري والالتزام بالـ 17.01 أعتقد أن الآن من الفرص المتاحة باستثناء موضوع رئاسة الجمهورية بينما يوم وآخر لا نعلم ماذا يتغير أستاذ النذير هناك اليوم من يقول أن كل ما يجري في لبنان بات مرتبط بإيران والتسوية مع الغرب والتسوية مع إسرائيل وحتى الرد والرد المضاد بين إسرائيل وإيران وزيارة وزير الخارجية إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا تحمل واقعا جديدا للمنطقة ما خرجت به المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة وكان على يمينه الزعيم وليد جمبلات وعلى يساره رئيس مجلس النواب نبيه بري يثبت أن زمام المبادرة اليوم أو النفوذ الإيراني الضاغط لأي عملية أو لأي تسوية سياسية هو أقل من المتوقع أعتقد أن هذا الأمر بات واضحا جدا للجميع والتسوية التي حكي عنها هي تخالف ما تحدث عنه وزير خارجية الإيراني لكن إيران حاضرة في كل التفاصيل أستاذ نذير تحضر في كل التفاصيل ولكن اليوم تحت ضغط الأزمة هناك ضغط لبناني حكومي رسمي باتجاه مختلف باتجاه فصل الجبهات وجبهة غزة عن جبهة جنيب لبنان وباتجاه تطبيق الـ 1701 وكل هذه المعطيات الحديث عن تغول إيراني في القرار اللبناني هي تقديرات متسرعة وغير دقيقة بالأمس كان رئيس الحكومة موجودا عند البطرياك الماروني بشار الراعي وقد أعلمه والتفقاء على التفاصيل كثيرة متصلة بالمبادرة وبهذا الجانب وأنها تحتاج إلى دعم مسيحي وهي ترضي المطالب المسيحية إلى حد كبير فإذن ما يحكى عنه هو عزل للقرار الإيراني عن القرار اللبناني لا أعتقد أن هذه الأمور تدخل ضمن إطار التهويل لكن إيران تتحدث عن وحدة الساحات ومحور المقاومة الذي يشمل لبنان أيضا دكتور أستاذ مدير فلتتحدث فلتتحدث تقول اللي بدأ إياها اليوم الأرار المبادرة اللي طلعت من الحكومة اللبنانية ومن المستوى السياسي اللبناني الرسمي أعلى مستوى السياسي اللبناني بالتوافق مع الجيش اللبناني وما حكي أيضا ما تم إخباره للمجتمع دولي حول استعداد الجيش اللبناني للانتشار هو أمر واقع وأنا أتحدث عن معلومات لا أتحدث عن تحليلي في المعلومات المبادرة التي طرحت هي مبادرة معزولة كليا عن الجانب الإيراني وحتى لو كان طبعا من يقول ذلك هو يتحدث في إشارة إلى أن هناك فراغ سلطة اليوم على مستوى حزب الله على مستوى قيادته السياسية وقيادته المركزية فقد أغلب القيادات السياسية والعسكرية نعم وأن وزير الخارجية الإيراني أتى إلى هنا ليبلغ رسالة إيرانية إلى السلطة اللبنانية بالنيابة عن حزب الله الذي يشهد فراغا في السلطة لكن ما يجري على الأرض وأتحدث عن معلومات ما يجري هناك على صعيد المبادرة قرار لبناني 100% يتم تنصيقه مع الغرب ومع المجتمع الدولي بأكمله هذه المبادرة لم يكن حزب الله يقبل بها سابقا حتى قبل ثلاثة أسابيع نائب الأمين العام لحزب الله تحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة اليوم المبادرة تتحدث عن غير ذلك وقد ألمح إلى ذلك النائب سامي جميل بالأمس قال إن المبادرة للمرة الأولى تلحظ فصل الجبهتين هذا الأمر هو واقع هو بات أمر واقع وقد أبلغ به المجتمع الدولي وتم نقله إلى المساطاء الغربيين وتم الحديث عنه أيضا في الجلسة المغلقة في مجلس الأمن فلا نفوز أجزم ربطا بمعلومات لا نفوز للقرار الإيراني على القرار اللبناني الآن الذي هو قرارا مستقلا أشكرك جزيلا الشكر الصحفي والكاتب السياسي نذير رضا على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت ترجمة نانسي قنقر